الزقائي العزاء صباح الخير على الجميع صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخوة أخوتي سندي أخوتي سندي من مدينة البيع مدينة البيع أخوان الكل تعرفها والمعرفة هي في بغداد جانب الكرخ تقول عمو أنا أستغرب من بعض رجال الدين من هم راجع أو آباء هم راجع أو أجداد هم راجع أو هم واصلين درجة علمية عالية بالدين ويستغلون بالسياسة السياسة مهنة مو نظيفة إش جاب رجل الدين على السياسة؟ يعني هو يشتغل بالسياسة حتى يخلي الناس تعرفه يعني حتى الناس تعرفه ليش هو ما معروف وأيهما أفضل العمل السياسي أم العمل الديني وأيهما محترم أكثر عندما يكون رجل دين يعمل خالص للدين أم رجل الدين عندما يعمل بالسياسة حقيقة أنا محيرني هذا الأمر أتوجه لك إليك عمو والقناتك أن تشرح لنا هذا الموضوع وأدري بيك أنت تكفي وتوفي وأتمنى لك التوفيق إليك والقناتك ومشتركيك ومشاهديك أولا كل الاحترام والتقدير إليك ونقول إليك أسعد الله إليك ونعتب عليك أختنا لأنصار فترة حقيقة منقطعة عن الاتصال بنا هاي نقطة النقطة الثانية يعني ما أدري أنا أيضا أستغرب يعني أستغرب من هاي رجال الدين يعني هم محترمين يعني نجي مثلا ناخد في سبيل المثال عمار الحكيم عمار مواليد 71 يعني مو تشبير الآن ده يقود لحركة سياسية تشبيرة بالعراق يعني زين هو شنو ما معروف أبو عبد العزيز الحكيم شخصية معروفة بالعراق الكل تعرف عبد العزيز الحكيم جدة سيد محسن الحكيم علم من أعلام العراق يعني معروف رجل مرجع وكان مرجع أعلى للشيعة أنت جابك على السياسة السياسة مهنة مو نظيفة يعني حقيقة مو نظيفة بيها كده بيها خداع بيها مراوغة بيها تفضيل واحد على الثاني ما موجودة بيها العدالة العدالة الاجتماعية ما موجودة بيها ما موجودة بيها كل الصفات الحسنة أنت جابك عليها بعدين أنت يعني ما أعرف يعني لا دارس سياسة لا دارس علوم سياسية لا دارس قانون أنت رجل كنت بإيران لاجئ ودارس دين يعني دراس الدين دراسة مسائل حوزوية الزواج والطلاق والنفاس والحير والعادة السرية والصوم وهي الأشياء أنت دارس أمور الدين دارس فقه ما دارس سياسة السياسة مهنة مكر مكر وخداعش جابك عليها هاي بالنسبة السيد عمار يعني ما دي يعني عجبني شنو الشي اللي داخل لي ينتمي كان سابقا بالمجلس الإسلام الأعلى وبعدين صار تيار الحكم السوالة تيار واحدة قبل أن ننتقل لسماحة الشيخ المجاهد همام حمودي يعني أحب أن أقول يا أخوان العزاء رجل الدين إلا ما كان جدا مرموقة بالمجتمع همام حمودي فضيلة الشيخ المحترم حقيقة رجل رجل ديني يعني شغل منصب في مجلس النواب ما قدم شي يعني ما قدم شي للمذهب أو للشيعة أو للعراق كله ما قدم شي ولذلك الناس تأتب عليه تقول أنت رجل معمم بمجلس النواب شنو تسويته شون توافق أن يكون بمجلس النواب يطوهم مخصصات مخصصات إيجار ثلاث ملايين شون توافق لهم تقاعد مجلس النواب زين هما ما أعطهم خدمة لا ثلاثين سنة ولا سبعة وعشرين ولا هذا غير المفروض أعضوا مجلس النواب يجي للمجلس النواب إذا كان معلم أو مدرس أو عميد بالجامعة أو موظف أو باع مهن حرة يخلص المدة بمجلس النواب من ثم يرجع إلى وظيفته شون الوظيفة كان بيها يرجع ليش أنت ليش توافقون أن ياخد تقاعد 80% هو ما عنده خدمة يعني ميزات وامتيازات كل شي هو المجلس النواب وإنت شنت عضو مجلس النواب ووافقت على هذا الشي هل يقبل الدين هذا الشي يقبل الدين ظلهم ناس على ناس يقبل الدين تأخذون امتيازات أنتوا ما مستحقيها أنا مادي يعني شون أنت زجيت نفسك بهذا المجال نجي على فضيلة الشيخ أيضا مجاهد الشيخ جلال الدين الصغير هذا الرجل معروف معروف سابقا بالمجلس الإسلامي الأعلى أيضا ورّت نفسه بالمجلس النواب أصبح عضو وعنده تصريح للأسف الشديد فالأسف الشديد يأخذ عليه وموجود على اليوتيوب يقول إحنا اللي فشنا فشنا مشروع السيد المالكي ما للبنى التحتية ويا الصين اللي بالآجل جلال هي هاي أخلاق أخلاق رجل دين هذه مع كل الأسف أنت رجل فاضل يعني أنت رجل مجاهد تاريخك أبيض وسمعتك بيضة زيانا ما صرت بمجلس النواب شنو قدمت شنو قدمت للمذهب شنو قدمت للدين شنو قدمت للعراق ما قدمت شي ما قدمت شي أيضا تنتواخذ عليك هاي الشغلة والناس تحتفع عليك وما تنزل من قيمتكم هاي حقيقة أنت رجال الدين مثلا تشتغلون بالعمل السياسي فتت النظال سلبي لمن أنتو مو بالحكومة وتشتغل بالسياسة حتى تحث الناس على الجهات تحث الناس أن يجاهدون يجاهدون ضد الظلم ضد الطغات ضد الباطل ولكن عندما تستلمون الحكوم ويصير الحكم حكمك أنت بحشلك بالسياسة ترجع إلى مهنتك اللي درست بيها وتعلمت ومهنتك هي الدين الدعوة إلى الله أرجع أرجع يا أخي أرجع للدين نصحوا هاي الشباب الآن نتيجة انتماءكم للسياسة العفو عملكم السياسة خليتوا الشارع فارغ للمخدرات للخمور للكبسة للحشيشة انتشرت الفواحش انتشرت زنب المحارب انتشرت كل شي انتشرت الرذيلة انتشرت بالمجتمع حقيقة ليش؟ لأن أنتو رجال الدين ابتعدتوا ابتعدتوا عن واجبكم ابتعدتوا عن واجبكم الموكالين بيه من خلال دراستكم بالحوزة السيد الحكيم ما سنعمل بالسياسة السيد الخوئي قدس الله سره ما يعمل بالسياسة السيدة محمد محمد صادق الصدر رحمة الله عليهم أجمعين ما قبلهم بالسياسة انتش جابكم على السياسة وذكركم بقول أحد الشخصيات البريطانية يسأل يقول هل أنت شريف؟ يسأل هل أنت شريف؟ إذن لا تصلح للسياسة الإنسان الشريف الإنسان النزيح الإنسان النظيف ما يشتغل بالسياسة أنا تعجب التشون لتشتغلون بالسياسة والله ما أدري على كل نشكر الأخوة أخوتي سندي وندعو من الله التوفيق للجميع وندعو من الله من أن يرجع سماحة الشيخ همام حمودي وسماحة الشيخ جلال الدين الصغير وسماحة السيد الحكيم أن يرجعون عن قراراتهم العمل بالسياسة ورجوع إلى الدين لنصح هاي الشباب أن ينصحون هاي الشباب والشابات بالرجوع إلى الله وأحنا ما قدنا غير يعني حقيقة ما قدنا غير نقولهم نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لعراقنا كل الخير وكل الخير لكل العراقين لكل الشرفة وخلي العمل السياسي للسياسيين وخلي الدين لرجال الدين ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق شكرا